أولئك الذين يبدلوا الله سيئاتهم حسنات يعني أنت كانت لك سيئات في الماضي الله سبحانه وتعالى رفعها وبدلها لك حسنات يعني إذا كانت لك حسنات فمن بابه أولى أن تنقل نعم صح وهذا ليس أن الإنسان يختنم خمسا قبل خمس كما اذكر نبي عليه الصدس نعم بارك الله يخليش تقدم عمره يقول لك أنا أيام الأخيرة في اليوم ربما هذه نعم نعم صدقت أخي صلاع اقتنام الفرص النبي صلى الله عليه وسلم قال اختنم خمسا قبل خمس قال شبابك قبل أخرامك صح وصحتك قبل سقامك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك نعم هذه غنائم نعم يختنمها الإنسان نعم الإنسان يتدارك من حاله نعم الحمد لله لأن بعض يعني يأتيك الشيطان ويزين لك الآن يزين لك المعصية ويحاول أن يجعلك تعيش ذلك القنوط واليأس نعم وربنا تحر يقول لا تقنطوا من رحمة الله نعم وهذه الشعارات القرآن لا تقنطوا لا تيأسوا ولا تهينوا لا تحزنوا نعم ونت تتأمل في القرآن لهذا الشيطان كما قال ربنا سبحانه وتعالى ليحزن الذين آمنوا ولإنسان كذلك في صالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمار أمتي ما بين الستين والسبعين صح وقليل من يجاوز ذلك إنسان يعني هذا العمر الوسط المعتدئ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو العمر الذي مات فيه سيد الأنبياء وكابر الخلفاء يعني كالصديق كابي بكر الصديق وعمر رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وكذلك يعني عدد كثير كبير وكثير من الصحابة يعني 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 يعسر فيه الاستقصاء والاستحصاء وممكن إذا طالعت في كتب السير تجد من عمر من الصحابة مثلا نعم كأنز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فإنه يقال أنه عاش يعني مئة وثلاث سنين نعم نعم أنا زمن أسماء بنت أبي بكر صديق رضي الله عنها عاشت مئة سنة يستثناءات ربما نعم نعم ولم يسقط لها سن ولم ينكر في عقلها شيء نعم لا زالت تدرك والحمد لله نعم وأكثر منهما عمر حسان بن ثابت مئة وعشرون سنة مئة وعشرون سنة تصور عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام يعني يتصور يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى نعم لا نقول استثناءات لكن فضل من الله سبحانه وتعالى وذلك بعض الناس ونحن نعيش الآن ونرى من يعمر يعني من الناس من عمر لكن الإنسان إذا عمر يعني بإذن الله سبحانه وتعالى فيها الدنيا يعمرها بالطاعة نعم لأن الدنيا قنطر إلى الآخرة ونحن يعني أمرنا بأن يعني نعبرها ولا نعمرها يعني الإنسان إذا عمرها يعمرها بالطاعات والقربات والأعمال الصالحات